لندن، برلين، واشنطن، بريكسل، كل دي عواصم شهدت احتكاجات كبيرة جداً اعتراضاً على استهداف الاحتلال للاشقاء في فلسطين وتنديداً بالعمليات الإجرامية اللي بتقوم بها قوات الاحتلال في غزة وطبعاً شفنا استهداف المستشفيات وشفنا استهداف المدارس وللمنازل شفنا كمان مظاهرات فتالة أبيب لأهالي المحتجزين اللي بيشكل وسيدة ضغط على حكومة نتنياهو لوقف اطلاق المرش لكن بالفعل هل هذه المظاهرات أدرى أنها تشكل ضغط على نتنياهو؟ أسئلة كتيرة هنعرف تفاصيلها وإجابتها من فقرتنا دلوقتي بنراحب الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني أهلا بك دكتور أهلا بك صباح الخير إزا حدك بتتابع كل هذه المظاهرات التي خرجت حتى في تل أبيب زي ما كنا بنكلم وإن اختلف الهدف من هذه التظاهرات لكن إزاي بتتابع؟ يعني أولاً نترحم على أرواح شهدائنا الأبطال في غزة العدد يزيد عن 12 ألف شهيد بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح خلاف الضمار وخلال القصف المستمر على غزة وعلى كل المنشآت مستشفيات ومساجد وكناعز موضوع المظاهرات في إسرائيل شكلت ضغط نعتذر طبعاً لمقاطعة حضرتك لكن سريعاً نتحول لمتابعة المرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية في مركز المنار طيب نعود طبعاً هنتابع هذا الأمر لكن بعد قليل نستكمل حدثنا مع دكتور ماهر تفضل يعني المظاهرات في إسرائيل شكلت ضغط كبير على حكومة نتنياهو أو على نتنياهو بشكل مباشر أولاً لشيئين مهمين الشيء الأول أن زوال أسرى اتهموا وزير الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه هو سبب الفشل وسبب التراجع الجيش في غلاب غزة وسبب ما حل بالبلاد كما يدعون الجهة الثانية بأنهم لا يريدون عدوان على غزة ليس حباً في غزة ولكن من أجل الأسرة والمقاومة أعلنت أن هناك ما يزيد عن خمسين أسيراً يعني تم قصفهم في البداية في البداية فبالتالي شكل المظاهرات المستمرة ولم تقتصر المفاوضات المظاهرات عفواً في إسرائيل ولكن خرجت أهالي الزوال الأسرة إلى الدول الأوروبية وحاولت أن توجد طريقة لاسترداد أبنائهم عن طريق إصدار جوازات صفر جديدة لهم بجنسيات مختلفة وانت تعلم أن العلاقات الأوروبية مع إسرائيل يعني ممتدة والجنسيات متوغلة في الجيش الإسرائيل فبالتالي الحصول على جواز صفر بجنسيات مختلفة سهل جداً ذهبوا إلى لندن ذهبوا إلى أمريكا من أجل إنقاذ أبنائهم سواء كان المدنيين أو من الجيش الإسرائيلي المظاهرات شكلت ضغط كبير هناك خلاف في البيت الإسرائيلي أو الوزارة الإسرائيلية ولكن هم لا يعلنون في الملأ أو في وسائل الإعلام أن هناك خلافات وهذا طبيعتهم أنهم لا ينشرون فسادهم أو فضائحهم على الإعلام ولكن ما يلاحظ في خلافات كبيرة بين الوزراء جانيتس ونتانياهو في إدارة المعركة هم حددوا أكتر من هدف للأدوان ولكن حتى الآن فشلت كل الأهداف التي رسمها نتانياهو في القضاء على المقاومة والتوغل داخل غزة واسترداد الأسرة سواء كانوا مدنيين أو جنود كل الدم في هذه الحرب في رقبة نتانياهو وفي رقبة حكومتي سواء كان من شهداءنا الفلسطينيين أو من من قتلوا وسقطوا من الجانب الإسرائيلي ألف وربعمائة واحد من إسرائيل أو سقط ألف وربعمائة جندي إسرائيلي ما بين مدني وما بين جندي يتحمل مسؤوليتهم نتانياهو لأنهم سقطوا في القصف الإسرائيلي العشوائي اللي بيحصل فألا تستطيع المظاهرات أن تضغط على نتانياهو أكثر من ذلك ويحسبوه على الدم حتى الإسرائيلي حتى وإن لم يعتبروا الدم الفلسطيني دوء أهمية بالنسبة له يعني هو بالنسبة للمظاهرات في إسرائيل مستمرة ولكن حكومة بن يمين نتانياهو حكومة يامينية متطرفة هدفها الأول القتل هو دخل المعركة ولن يستطيع أن يهزم المقاومة وهو توهم أنه في يومين أو في أسبوع سيقضع للمقاومة ورسم أكثر من مرحلة للدخول إلى غزة وفشل حتى المرحلة الرابعة التي توغلت فيها الدبابات داخل غزة وداخل تخوم غزة والمقاومة أعلنت أنها استهدفت 162 دبابة وقبل قليل تم إعلان عن مقتل جنديين وإصابة آخر بخطير لأن ارتفع عدد الجنود الذين قتلوا من بداية 7 أكتوبر حتى اللحظة 366 جندي حتى الآن خلافة لما قتل داخل غلاب غزة طيب هل شعبه مقتنع بما فعله خلال هذه الأيام من الحرب؟ نحن نرى فيديوهات من المقاومة لعمليات استهداف للمدرعات الإسرائيلية لكن على الجانب الآخر لا نرى فيديوهات واضحة لاستهداف من قبل قوات الاحتلال لعناصر المقاومة يعني نرى الإعلام الإسرائيلي والوزراء حتى في بداية معركة طفان الأقصى اختلقوا الأكاذيب وصدقوها ومرروا للعالم ولولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم قتل المدنيين وقتل الرؤوس واختلقوا رواية ومرروها هم يعني الإعلام الإسرائيلي في دول العالم وتحديد وهو مررها في الخارج لأنه محتاج منهم دعم إنما في الداخل الشعب الشعب الإسرائيلي لا الشعب لا يصدق ولكن عندما أعلن بالأمس أعلن بالأمس من قبل الجيش الإسرائيلي بأن هناك عشرين مقاومين تم اعتقالهم لم تأتي الصور على المقاومين بل الذين تم اعتقالهم من شارع صلاح الدين ومنطقة نتسريم ومنطقة شارع الرشيد أثناء مرور النازحين من المدنيين من مناطق الزتون والشجائية ومن غزة تم اعتقالهم هو يعني يوقف الشباب ويتنفحص في هواياهم يعني على الشكل ممكن على اللحية يتم اعتقاله واستجوابه وبعد ذلك ينقل إلى المعتقلات داخل أو السجون داخل إسرائيل الرواية الإسرائيلية كاذبة الشعب يعلم ذلك أنهم كاذبون ويعلمون أن نتانياهو لم يأتي بالحقيقة ولم يأتي بالنصر لحتى اللحظة فبالتالي كل الروايات يعني حتى عندما خرج علينا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه أعلن مساعدته لمستشفى الشفاء بإمدادها ب300 لتر لا تكفي لنصف ساعة تشغيل هم في البداية أعلى عن 2000 فإدارة المستشفى وافقت ولكن بعد ذلك جاء اتصال من ظابط المخابرات أعلن أنه سيعطي المستشفى 300 لتر واتفقوا على أن يتقابلوا الساعة 2 بالليل ولكن الطبيب أو مدير المستشفى رفض أن يرسل أي شخص ليستلم 300 لتر لم تكتف لم يعني مش هتشغل نصف ساعة فبالتالي هم يخذبون هم يعني يشعروا العالم بأنهم مهتمون بل بالعكس نحن نعيش حرب مستشفيات وحرب مساجد وحرب طرق حتى الإغسات والقوافل تم قصفها حتى الدفاع المدني والإسعافات تم قصفها الشهداء تحت الأنقاذ منذ بداية الأدوان لم تستطيع فرق إنقاذهم حتى الآن الوضع مأساوي ولكن إسرائيل توهم للعالم بأنها هي المعتدة عليها ولا تعطينا أي دليل كما تفضلت بإنجازاتها ولا تعطي الشارع الإسرائيلي دليل أنها فشلت المعركة البرية فشلت فيها المقاومة تعرف جيدا كافة الأزقة وكافة الشوارع الأنفق لم تأتي إسرائيل بصورة واضحة لنفق تم استهدافه دليل أن حملتها أو أدوانها على غزة فشل للأسبوع الخامس على التواني هناك فشل وكأن نتنياهو أصيب بلوثة يعني ما يحدث هو ينتقد الجميع سواء ينتقد أفراد حكومته خاصة بعد تصريحات وزير الزراعة اللي تكلم فيها عن نجبة جديدة ده أشعل المظاهرات في مختلف بلدان العالم شفنا برلين شفنا بيوكسل شفنا لندن كل ده بيتكلم عن نكبة جديدة وكأن سيناريو التهجير أصبح علنا يعني بتتكلم فيه الحكومة الإسرائيلية والقائمين عن الحكومة الإسرائيلية علنا أدام لمجتمع الدولي كله يعني هو نتنياهو لن يتراجع لن يتراجع لأنه في البداية هو يعني تم أعطاه الضوء الأخضر في أن يقضي على المقاومة ولن يستطيع ولكن ما يدور داخل الشارع الإسرائيلي هو قلب نظام الحكم كما يقال داخل إسرائيل لأسباب عديدة أن نتنياهو لديه قضايا فساد داخل إسرائيل ومعرض في أي لحظة حتى مع القوانين التي استحدثوها للإبقاء عليه ولكن حتى الآن الشارع الإسرائيلي منقلب وحتى داخل الكابينيت وداخل الكنيسة منقلبون على نتنياهو بسبب سياساته الخاطئة والتي ستجر إسرائيل إلى الهاوية لأن ما يفعله نتنياهو سواء كان في غزة أو سواء في تعامله داخل الشارع الإسرائيلي وداخل الوزارة لن يرضي الكثير من الوزارة سواء كان وزير الزراعة أو وزير الدفاع أو العديد من القادة السياسيين داخل إسرائيل حتى الأعلام حتى الكتاب حتى الصحفيين داخل إسرائيل منقلبون حتى في الأرقام التي ذكرت عن خسار الاحتلال هم يعلنون أرقام ووزارة الدفاع تعلن أرقام هناك اختلافات كبيرة نتنياهو معرض لأي لحظة للإقالة بعد فشله في الأدوان على غزة واسترداد حتى موضوع الصفقة هو لا يريد صفقة لأنه دخل حرب وراهن أنه سيخدع المقاومة ولكن أي مقاومة أو أي بلد محتلة المقاومة مشروعة طالما أنت محتل فالمقاومة موجودة أن يقدع المقاومة هذا صعب جدا لأن المقاومة فكرة متغلغلة منذ 1964 في دم الشعب الفلسطين ككل فموضوع القضاء على المقاومة صعب في ظل أن المقاومة تعطي لنا مثالا للدفاع عن الأرض الفلسطينية وكل المخططات التي يحاول نتنياهو وغير نتنياهو لن تمرر على شعبنا والدليل أن الشعب الفلسطيني يدفع بدماء أطفاله ونسائه والمناسبة بأن الأطفال والنساء هم 70% من الشهداء الذين سقطوا فموضوع نتنياهو داخل إسرائيل لا نتنياهو معرض في أي لحظة لتقديمه للمحاكمة بسبب ما فعله في الشارع الإسرائيلي وفي الأدوان على غزة بشكل مباشر طيب اللافتات اللي بيرفعها المتظاهرين في شوارع إسرائيل بتطلب نتنياهو بالاستقالة هل لو قدم استقالته يهدأ الشارع؟ لا هو حاليا الاستقالة غير مطروحة لأنه نفترض أنه قدم استقالته نتنياهو بالعقلية اليمينية لن يقدم استقالته إلا يعني حتى كان فيه توجه داخل الكنيسة بأن يتم إعفاءه من مهامه اجتمع مجلس الحرب داخل إسرائيل على إعفاء نتنياهو من مهامه التي أوكلت إليه فبالتالي كان إجماع ولكن لم يتطفقوا لأنهم في مرحلة حرب ولو تم تنحيته سيكون هناك انشقاقات داخل الكنيسة وداخل الجيش فالأمور مختلفة داخل إسرائيل ومقبلين على انتخابات يعني موضوع نتنياهو قابق أو أدنى ولكن أثناء الحرب استحال أن يقدم استقالته هو متمسك بما كانه وهو يعبر أن رأيه هو الصح والرأي الأغلبية هي الخطأ قدومه وأدوانه على غزة كان توقيت صحيح هو يتوهم بأن ما يفعله داخل غزة سيجلب له النصر داخل الشر الإسرائيلي ولكن هذا فشل زريع سيثبت التاريخ بأن نتنياهو أفشل وزير جاء إلى إسرائيل طيب الفكرة المسيطرة على نتنياهو واللي بتحركه على الأرض ظاهريا القضاء على حماس ولكن فعليا هو كل الهدف عنده فصل الضفة وفصل القدس عن بقي الأراضي الفلسطينية وخلاص أن تكون قطاع غزة تحت الإدارة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي من جديد ده ما بيشكلش عليه ضغط تاني من الشارع أنه إحنا لا نشعر بالإمان إحنا كشارع يعني هم يقولون كشارع إسرائيلي هم لا يشعرون بالأمان ولا يوجد مكان آمن في الأراضي المحتلة جامعها لأن حتى تلقى بيب نفسها مش بعيدة عن الضغوط المقاومة والصواريخ المقاومة يعني موضوع فصل الغزة عن الضفة يعني ما عروف أن إسرائيل منذ سنوات طويلة وهي تفصل الغزة عن الضفة وتفصل الضفة عن القدس بسبب الإجراءات الموجودة على الأرض ولكن موضوع غزة مستوطني غلاب غزة يرفضون فكرة رجوع إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي لإحتلال غزة لأنهم يعلمون جيدا حتى لو رجعت إسرائيل إلى غزة المقاومة مستمرة تحيات المستوطنين في خاطر جدا يعني هم لا يريدون أصلا لا يريدون شعب غزة في غزة إذن هذا السيناريو لن يتوقف إلا بمسالحة فلسطينية وحل للدولتين بوضوح وصراحة وهو السيناريو الوحيد الذي طرحته مصر في الفترة الأخيرة كل شكر لك نورتنا وشرفتنا دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني شرفنا بوجودك أهلا وسعر شكرا جزيلا